رامس جلال مشاكله مش بتخلص وكل سنة لحكاية وحوار مختلف اما بقى بسبب البرنامج السنة دي هو رامس جبم الاخر والتطور الكبير والالعاب اللي بتحصل فيه الاصابات كانت للركب وكثير عن اي سنة قبل كده رامس جبم الاخر في اكتر من فقرة زي ما كل الناس شافت واللي بسببه الديوف بيوجهوا بعض في تاني فقرة من فقرات البرنامج واللي بتبقى مش ولابد والطريقة اللي بيقابلوا بيها بعض نتيجة الزحليقة اللي بيعوا فيها وبتقدي انهم يتصدموا ببعض باتجاة مختلفة حصل اصابات للفنانين اللي اتخبطوا في بعض في الفقرة دي وفيه منها موضوع اتطور عنده وما كانش مجرد كدمات وردوده بس وما كانش مجرد كدمات وخدوشه بس وطبعا كان من اكتر الفنانين اللي اتضروا في حلقات برنامج رامس جبم الاخر هي سومية الخشاب اللي كان قصدها في الحلقة ايتن عامر واللي كان سبب الخلاف بينهم هو فستان لبسته سومية ورجعت ايتن لبست شبهه بالزبط بعدها وما كانتش تعرف وتلعوا تكلموا على بعض في اكتر من برنامج ورامس قرر انه يصدفهم علشان يصالحهم على بعض زي ما عمل مع كتير من الفنانين في السيزون ده بس بقى علشان يصالحهم كان لازم يخبطوا في بعض وده اللي خلى سومية الخشاب تعراضت لكدمات كبيرة اكتشفتها في نهاية الحلقة وشوية ردود على كدمات كده في دراعها وده خلاها تدخل المستشفى وده طبعا سبب ليها عطلة ومشكلة كبيرة في تصوير مسلسلها بمئة راجل واللي المفروض كانت هتكمل تصويره بس طبعا حصل مشكلة وتعطل بسبب اللي تعرضت ليه في رجلها واللي بسببه قررت انها مش هتسيب حقها من رامس جلال وهترفع عليه قضية وتاخد حقها تالت وامتلت حتى لما وفقت ان الحلقة تتزع برضو قالت انها هترفع القضية اما ايتن عامر اللي كانت معها في الحلقة فدي اتعرضت لكدمات كده بسيطة في دراعها ورجلها بس في رامس جامل اخر ما كانتش سمية الخشاب الوحيدة اللي تعرضت للاصابة في البرنامج بالعكس دي مها احمد لما جد ديفا وكان قصادها فادي خفاجة في واحدة من حلقات البرنامج كانت هتغرق في فقرة المية اللي بيفتح فيها رامس النفق وبيغرق الديوف وعنقذها ناس من فريق العمل ومش لوحدها اللي تعرضت للموقف ده كمان انتصار واللي كان معاها في حلقتها مريهان حسين وكان مصطاديف الاتنين علشان عاملين مشاكل كتير بسبب تصريحاتهم اما بقى اللي تعرضت لشرخ في الرجل فكانت الفنانة شيرين ريدا واللي لسه الحلقة بتاعتها ما تزعيتش لحد دلوقتي ومحدش عارف هي هتتزع ولا لأ بسبب اللي حصل فيها بس الاكيد ان الجمهور مستني يعرف هي حصل فيها ايه ويتطمن عليها اما بقى اللي تصاب فعلا وما قدرش يكمل الحلقة بسبب الاصابة فكان اللاعب الصعودي منصور البلهي واللي اصابته خلت رامز ما يدرش يكمل الفقرة الاخيرة من الحلقة وكمان في لعيبة كورة تاني اتعرضوا للاصابة زي لعب النادي الاهلي محمود كهربا واللي اتعرض لكدمات في كتفه نتيجة عمليات الاستضامة اللي بتحصل في فقرات البرنامج واللي اصابته كانت اكبر شوية هو اكرم توفيق لعب النادي الاهلي اللي اول ما نزل من الزحليقة سرخ كتير جدا نتيجة الطريقة اللي وقع بيها واللي قدت انه اتصاب في كتفه ودراعه والموضوع كان كبير شويتين اما بقى المزيع الرياضي عبد الناصر زيدان ده كان صريح جدا مع نفسه وكمان مع الناس وقال على كل حاجة بسرعة وكمان قبل ما الحلقة بتاعته ما تتزع وقال انه راح صور في برنامج رامز جاب من الاخر بسبب الفلوس ماهو اخد 25 الف درهم على الحلقة بس ما اكتشفش انه اتصاب الى بعد التصوير مخلص واللي من الوجع راح المستشفى واكتشف انه عنده كسور مضعفة بس اللي كان مزعاله انه محدش سأل عليه وطبعا اصابات المشاهير مع رامز السنة دي مش جديدة وكمان مش اول مرة تحصل يا ما حصل حاجات كتير للنجوم ولي منها وصل العمليات في المواسم اللي فاتت من برامج رامز جلال بس يا رامز مش كل مرة تسلام الجرة اشتركوا في القناة